مشاهدين للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور مجدي بدران يعني دكتور مجدي بعد التحية الرئيس السيسي أعرب خلال أول جلسات اليوم الثاني من اجتماعات القمة الأوروبية الأفريقية لبروكسل عن تقديره لاختيار مصر للحصول على التكنولوجيا الطبية لإنتاج اللقاحات بإفريقيا برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تطوير تصنيع اللقاحات؟ طبعاً ده إنجاز كبير جداً لمصر وموقف رياضي جداً من العالم اختيار مصر ضمن ست دول إفريقية لنقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات الخاصة بلقاحات كورونا وأيضاً تصنيع الأدوية الحديثة وده استكمالاً لما بذلته مصر خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي ست 2019 وده مهم جداً لبيان إزاي اهتمام الدولة المصرية بالصحة في مصر وأفريقيا بشكل عام والاهتمام بمكافحة الأوبئة في مصر اتخذنا قرارات مهمة جداً لتوطين صناعة اللقاحات للهروب من التنافس العالمي ولشحوح اللقاحات في بعض الدول نتيجة استيصار الدول الغنية باللقاحات ومخاطر اللي هي تكنولوجيا الحديثة وبالتالي نقن التكنولوجيا الحديثة المتقدمة لمصر واد بعض الدول الأفريقية هيكون خطوة مهمة جداً لكبح جماع الكورونا وأي وضع مستجد في المستقبل وتوطين صناعة اللقاحات وبالتالي ممكن في المستقبل هبما عندنا قاعدة جميلة حضارية لتوفير أي دواء لأي مرض موجود في العالم بشكل عام ده برضو مهم أو نحن نقول على أن الطريقة الفضلة لمواجهة حالات طور الصحية في العالم للغاية تعتمد على اللقاية وهم حاجة في اللقاية مش بس الدبير اللقاية المهم حاجة هي اللقاحات توفير اللقاحات بسرعة وتوفير اللقاحات المتعددة والحديثة والأمينة والفعالة في مصر وأفريقيا شيء حضاري جداً نحمد الله عليه برضو نجل نأكد أن أفريقيا اختبت جداً في هذه الجائحة واحد في المية فقط من اللقاحات المستخدمة في أفريقيا تندك في القارة البالقة تعتزن السكانها واحد ثلاثة من عشر مليار الدول الأفريقية تشتري حوالي 99% من اللقاحات من الخارج طبعاً هذا يبقى فيه بتكبت أموال كثيرة جداً عندنا أربعة وخمسين دولة ستة بس منهم اللي فازوا بتصنيع اللقاحات المهمة أوي أن نستمر في استثمار هذه المنظومة ونستمر في نشر مظلة الوقاية وبالتالي لازم كل المصريين يتبعوا أنهم التطعمات وياخدوها ونعرف أن الأمل في نهاية الوباء الحالي في العالم أنه هو التطعمات ونطمح أننا في المستقبل نكون على أهبة استعداد لتطوير أي لقاح لأي فيروس مستقبلي صحيح دكتور مكدي والرئيس أسيسي أشار إلى أن التضامن في المجال الصحي دليل على أن شراكة الدولية والشعور بالمصير المشترك يعني يمكن أن يحقق الكثير في مواجهة التحديات العالمية إذا توافرت الإرادة السياسية تعالي حضرتك إيه؟ الجائحة أصبحت لا تطرق بين البشر بشكل عام الجائحة تهدد العالم كله الجائحة تنتحارب عالميا عن 22 دولة في العالم الجائحة لم تستثني أحد في الإصابة أو اللوفيات الجائحة علمت الناس كلها أننا كلنا نواجه عدو واحد لازم كلنا نتحد ونتبادل الخبرات ونتبادل الاختراعات والاكتشافات ولا ندخل على أحد بمعلومة أو بحقوق الملكية الفكرية أو بلقاح أو بدواء لأن الكل التعرض والأغلبية ما كانوا عندهم الاستعداد للمواجهة والبعض مات والبعض في إعاقات من بعد كوفيد اللي تصيب حوالي 30% من الذين تعافوا وبالتالي الجائحة علمتنا درس مهم جدا هو التضامن والشراكة ومفهوم الصحة العامة بشكل عام نحن يجب أن كلنا يكون يد واحدة في مكافحة هذا الوباء نعم يعني الرئيس السيسي تحدث عن أهمية توفير التمويل اللازم من اللقاحات وتعزيز الآلية الدولية للتوزيع العادل حضرتك توضح لنا هذه الأهمية أكيد نقل التكنولوجيا الوحدها مش هيقوم بالواجب لكن لازم فيه توفير مادة مهم جدا مادة أنت الحمد لله في مصر عندنا البنية الأساسية ولكن في دول ثانية ما عندنهاش وحتى لو عندك البنية الأساسية وعندك التكنولوجيا أنت محتاجة المال المال محتاجة تدريب ومحتاجة سيانة ومحتاجة توفير المواد ومحتاجة التوزيع ومحتاجة التخزين وهذا إتاحة اللقاحات لإفريقيا ومصر إن شاء الله والقليم شرق الأوسط إتاحة اللقاحات محتاجة تخزين وتوزيع وتصنيع وتجديد وتطوير وإحنا مهددين لأفريقيا أقل الدول العالم في تطعيمات هي أفريقيا وده لسه الفيروس لم ينتهي متعرضين نحن نفاجأ بتفرات جديدة وفاجأت بتفرات جديدة حتى خلينا لازم عندنا لقاحات جديدة يجب لازم عندنا الأمر نتطور لقاحات جديدة بالتطوير ده محتاجة أموال يجب لازم نكون عندنا وفرة من الدعم المادي ونشكر سيدة ريس عبدالفتاح السيسي ونشكر التحدي الأوروبي والصحة العالمية على هذا الدعم المادي مع الدعم التكنولوجي مع المهارات الموجودة في مصر المتراكمة والخبرات الموجودة في مصر والأيد المهيرة الموجودة في مصر ده حيخلينا جاهزين لإمداد إفريقيا وأي منطقة في العالم بأي لقاح ضد أي وضاء أو أي متحور جديد للكورونا نعم يعني الحمد النووي الريبوزي هو تقنية متطورة تستخدمها شركات مثل فايزر وبايونتك ومودرنا في إنتاج لقاحاتها الوقية من كوفيد 19 برأيك هل يمكن لهذه التقنية أن تحدث ثورة في إنتاج اللقاحات في مصر في فعل عملت ثورة في العالم وده الأمل لأن الناس محتاجة جرعات مش جرعة واحدة نحن محتاجين دلوقتي جرعة أولة وجرعة تانية وجرعة معززة واحتمال نحن نكون جرعات رابعة وربعة وإذا الجائحة استمرت وتفادت واستمرت أكتر من كده ممكن أنها خلت خمسة أو سسة وغيره وبالتالي نحن محتاجين تطوير دائم في عملية اللقاحات والحاجة الثانية على الأمل المتوقع أنه سيضع فيروس الفورونا كوبيس 19 موسمي أو متوطن وبالتالي فيه مال نحن ندمج لقاح الكورونا مع لقاح الأمبلوان ويكون سانوي قول أن هذا المخطط له وقول أن مصر كانت برضو مستعدة لهذا فهذا شيء جيد جدا أن نحن قادرين إن شاء الله على احتواء المستجدات الحالية والمستقبلية للكورونا نعم يعني اختيار منظمة الصحة العالمية ست دول من بينها مصر لتحصل على التقنية الطبية لإنتاج لقاحات الحمد النووي الريبوسي وهي طبعا تقنية متطورة كيف ترى أهمية هذا التوجه واختيار بصر لضمن هذه الدول اختيار مصر لن يكون عشوائي ولن يكون صفة اختيار مصر جاء بناء على إن مصر كانت أول دول في العالم اللي نجحت فيه احتواء الكورونا اثنين إنها كانت أول دول في أفريقيا اللي بتلت تصنع اللقاح إن احنا عندنا قاعدة صناعية حفوة 100 سنة لإنتاج اللقاحات في مصر إن احنا الخبرات اللي متواجبة في مصر الطبية والصناعية أهلتنا فعلا أن نحن نفوذ بهذا الصبق ومصر كانت من ضمن الدول الأساسية اللي وفرت بعض اللقاحات الخاصة بالكورونا الدول الأفريقية مساعدتها وسواء مصر أو تونس أو جنوب أفريقيا أو كينيا أو سنغال أو ناجيريا إن شاء الله يتعاونوا في إنتاج اللقاحات للقارة كلها واللي حيث يكون لأي دول أخرى في العالم وأيضا الرئيس كان قد تحدث أيضا عن الجهود التي قامت بها مصر سواء بالنسبة لمواجهة كورونا أو بالنسبة للاستثمار في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لدعم الدول الأفريقية وتصدير هذه اللقاحات للعديد من الدول كيف ترى هذه الجهود وتقدير المجتمع الدولي لها الاهتمام كبيرة السياسية منذ تولي سيدة رئيس عفتاح السياس لكبيرة الدولة واهتمامه بالصحة واهتمامه 100 مليون صحة اللي سبقنا فيها العالم كله في نحن نعمل برامنج تهتم بالبحث عن الأوباء المنتشرة في الواقع المحلي زي مثلا بيروسي لو احنا ما كناش قادنا على بيروسي قبل ما جئ الكورونا كان حيعصف بنا عصفا شديدا ولكن تفوقنا ان احنا عملنا برنامج محلي ان احنا وجدنا ايه اللي كان بيعصف المصريين وايه الأمراض المزمنة سيد برفع الدغوة قبل ما جئ الكورونا وصدفة ما جاءت الكورونا ما وجدتش الساحة مضحة أمامها يبا احنا قطعنا الطريق أمام انتشار كورونا في مصر وده اللي واضع جدا انا ما نقارن من اللي حصل في مصر وحصل في أوروبا وفي أمريكا واحد اثنين ان احنا الخبرات دي كلها خلتنا وقدت إلى زيارة الاهتمام به مثلا نشر مظلة التأمين الصحي ونشر مظلة الوقاية بشكل عام ومثل مظلة الإسراع في العلاج والقضاء على توقع وعمل انتظار كل ده بيخلي أمريكي وباء مش حيلاقي فيه الساحة ما هو ينتشر ويعصب به صحة المصرين أو بحياتهم مهم أولي ده يبتل يتنيل في الدول الأخرى وبالتالي اثنين من مظلة الصحة العالمية في مصر وأشابت بمصر كثيرا كثيرا بالجهود التي عملتها في تحديم وتقزيم وباء الكورونا تنشود جدا نعم يعني تأكيد الرئيس الفرنسي على ضرورة التأهب لمواجهة أوبئة مستجدة كيف ترى أهمية هذا التأكيد وكيفية التأهب من وجهة نظر حضرتك مراجعتنا للأوبئة ومراجعتنا للكورونا واضح أن الكورونا بيروس لن يختلف لن يختلف وتركيبت الكورونا واضح أننا كان عندنا متحورات كثيرة جدا على مدار الثلاث سنوات اللي فيه متحورات كل شوية تقريبا أسبوعين عندنا متحور جديد وينتشر في العالم بعضها يكون وديع ونتمنى أن يكون فيه متحورات في المستقبل خطيرة ولكن متوقع أننا سنفادق بمتحور آخر أو بيروس آخر في السنوات القادمة يعني بالكتير 3-4-5 سنفادق لإما بمثل ونزا لإما بكورونا ومن شيء آخر لإما بيروس آخر ليه؟ لأن الأنمات الحياتية في العالم تغير عندنا تغير المناخ وعندنا الناس بعضا عن الأكل الطبيعي ولجأوا لي الهاكل الصناعي وغابت عنهم الرياضة وتغير نوم الإنسان وتغير حاجة كثيرة جدا ومنتشر التكهين والمقدرات في العالم كله فده كله أدى إلى وانتفار المرضات الحيوية والكتوجينات في العالم خلى الإنسان يبقى معرض أنه يستعد بالفيروسات الجديدة وبالتالي لدينا عندنا ثقافة الوقاية من الفيروسات المستقبلية أننا عرفنا أخطأنا إيه؟ وأخطأ الأخرين إيه؟ أمام الكورونا وأي بيروس وعرفنا طرق اللقاية طرق العضو وبالتالي لدينا نستعد حتى الوحدة خلصنا القرونة نستعد للفيروسات القادمة صحيح دكتور مجدي وتأكيدا على كلام حضرتك يعني الرئيس السيسي في ترأسه للمائدة المستديرة حول تغير المناخ أشار إلى استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في شهر نوفمبر القادم كيف يعكس هذا إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله هذه الظاهرة على اهتمامه بصحة ومحاربة التغيرات المناخية واحد اثنين نحن بيكون الدرس لنا كلنا أننا لجب كلنا يكون قدوة للعالم أننا نحافظ على البيئة يبقى لو سمحت ما ترميش ورقة الشارع لو سمحت ما تدخنش أنت ما تدخن سجارة بتساهم في تغير المناخ لو سمحت حاول تزرع شجرة في أي مكان لو سمحت حافظ على البيئة على قادر المكان مش تقول عشان الدنيا برد تولع خشب تحرارة عندك 14-15 في أمريكا تحت السعر تحت السفر وفي كده تحت السفر يروح الجامعة ويروح الشغل بتاعهم محدث بيولع خشب ولا فح عشان يدفها بالطريقة تعيدها دي كلها ما بتحرق الحاجات دي كلها ما تحرق القوامة كل القوامة ضافة وتحرقها بيتلوس لها وتساهم في تغير المناخ أما تغير المناخ بتحرق قابات في العالم كل وانتقعد في مصر أما تغير المناخ بتخلي دول يبقى أنتها فيضانات أما تغير المناخ بتخلي أمراض جديدة تيجل أما تغير المناخ بتخلي المالاريا تنتشر في دول ما جالتش موجودة فيها بتخلي سنوكسيليك كاربون يزيد بتخلي الحسية اللي كان بتيجي في الرابع بس بتيجي في الشطة وفي الصيف والخريف وهكذا يبقى تغير المناخ مش محدود في دولة ما لا يحترم الحدود وينتشر في العالم كله وكان يدور كبير جدا في لشعة الكورونا نعم دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا